الفصل السادس، صفحة ستة وثمانين تم دراسة عنصر الكاربون بشيء من التفصيل لما لهذا العنصر من أهمية بالغة في حياتنا فهو يدخل في تركيب الغذاء والدواء والصناعة سؤال، عدد أهمية المركبات العضوية؟ الجواب واحد، كل أصناف الغذاء هي مركبات عضوية اثنين، كثير من المنتجات الطبيعية والصناعية كالقطن والورق مواد عضوية ثلاثة، أصناف الوقود كالنفط والخشب عضوية أربع، العقاقير الطبية والفيتامينات والهرمونات والإنزيمات مواد عضوية سؤال، كيف يمكنك الكشف عن وجود الكاربون في المركبات العضوية؟ الجواب واحد، نشعل شمعة أو أي مادة عضوية فيتحرر ثاني أكسيد الكاربون CO2 وعند إمراره على محلول هيدروكسيد الكالسيوم ماء الجير يتحكر المحلول ليكون كاربونات الكالسيوم بدأ نحط معادلة المعادلة المعادلة يؤدي إلى سهم كاربونات الكالسيوم بأنقصن راسب أبيض زائد H2O الماء اثنين، عند حرق كمية من السكر في أنبوبة اختبار تتخلف مادة سوداء هي الكاربون سؤال، عدة صفات أو مميزات المركبات العضوية؟ الجواب 1- كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وقابلة للاحتراق بالتسخين أو التحلل 2- ترتبط المركبات العضوية بأواصر تساهمية 3- الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في بعض السوائل كالكحول سؤال، عللي صفحة 87 تتفاعل المركبات العضوية ببطء لماذا؟ الجواب لأنها ترتبط بأواصر تساهمية سؤال الثاني ارسم الترتيب الإلكتروني للكاربون علما بأن عددها الذري يساوي 6 الجواب محطوط رسم الدوائر سؤال الثالث ترتبط كل ذرة كاربون بأربعة أواصر تساهمية الجواب لأنها تمتلك أربع إلكترونيات في غلافها الأخير ولكي تصل إلى حالة استقرار تشارك بأربعة إلكترونيات مع الذرات الأخرى سؤال عددي أنواع الأواصر التساهمية لذرة الكاربون وماذا تسمى هذه المركبات؟ الجواب واحد أواصر مفردة تسمى هيدروكاربونات مشبعة وتدعى الألكانات محطل رسمة تحتها 2- أواصر تساهمية مزدوجة وتسمى هيدروكاربونات غير مشبعة وتدعى الألكينات مثل الأثلين محطل رسمة 3- أواصر تساهمية ثلاثية وتسمى هيدروكاربونات غير مشبعة وتدعى الألكانات مثل الاستيلين 1- C2- H2 وحط لي برضو رسمة صفحة ثمانية وثمانين سي اتش فور ميثان سي تو اتش سيكس الايثان سي ثري اتش ايت بروبان سي فور اتش تن بيوتان سي فايف اتش اطنعاش بنتان سي ستة اتش ارباطعاش حكسان طبعا مقابل كل عنصر كل مركب محطوط رسمة لهذا المركب في بدان حاطلي صفحة تسع ثمانين بيوتان حلقي وبين قسان بيوتان متفرغ وحاط تحتها رسمة وفي حاطلي بروبان حلقي وحاط برضو تحتها رسمة المركبات الهيدروكربونية هي مركبات عضوية تحوي على الكربون والهيدروجين فقط وتكون مشبعة او غير مشبعة غاز الميثان سي اتش اربعة هو ابسط مركبات هيدروكربوني يوجد بنسبة كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام وكذلك تحلل مواد العضوية سؤال حضر مختبرياً غاز الميثان مع كتابة المعادلة والرسم الجواب يحضر الميثان من تسخين خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الكالسيوم في أنبوبة اختبار ويجمع الغاز بإزاحة الماء إلى الأسفل وحضر لي معادلة اللي هي سي اتش ثري سي او او ان اي خلات الصوديوم زائد ان اي او اتش هيدروكسيد الصوديوم يؤدي إلى سهم سي اتش اربعة ميثان وحضر جنبها سهم فوق زائد ان اي اثنين سي او ثري اللي هي كربونات الصوديوم وحضر تحتها رسمة مكتوب فيها جهاز تحضير غاز الميثان صفحة 90 سؤال يضاف هيدروكسيد الكالسيوم مع هيدروكسيد الصوديوم عند تحضير الميثان لماذا؟ الجواب لأن الخليط يكون اقل تأثيرا على الزجاج واعلى درجة انسهار من هيدروكسيد الصوديوم السؤال الثاني عدد خواص غاز الميثان الجواب عديم اللون والرائحة قليل الذوابان في الماء قابل للاشتعال بلهب غير داخل بين قاسين لإحتوائه على ذرة كربون واحدة براقاس مكونا CO2 وماء ومحرر طاقة وحط معادلة CH4 اللي هي الميثان زاعد 2O2 اللي هو الأكسجين يؤدي إلى سهم فوق السهم مثلث CO2 ثاني كسد الكربون زاعد 2HO اللي هو الماء زاعد طاقة الإثالين الإثالين C2 H4 هو مركب هيدروكربوني غير مجبع ترتبط ثرتاء الكربون فيه باصرة تساهمية مزدوجة وهو من الألكينات ترتبط ثرتاء الكربون فيه بأصرة تساهمية مزدوجة وهو من الألكينات وحاط لي الرسمة صفحة 91 سؤال حظر مختبريا غاز الإثالين مع كتابة المعادلة ورسم الجهاز الجواب يحظر الإثالين من تسخين كحول الأثيل C2 H5 H5 أو H محامض الكبريتيك المركز إلى حوالي برقسة 170C حيث يقوم الحامض بانتزاع جزء الماء من تركيب الكحول وحاط لي معادلة اللي هي C2 H5 أو H اللي هي أساسا كحول الأثيل تؤدي إلى حاط سهم وفوق السهم H2 S أو 4 تحت السهم 170C وأعتقد C هي درجة الحرارة تؤدي إلى C2 H4 اللي هو أثيلين زاعد H2O اللي هو الماء ولو فيه رسمة اللي هو جهاز تحضير غاز الإثيلين صفحة 92 سؤال عدة خواص الإثيلين الجواب واحد غاز عديم اللون لا يذوب في الماء 2 يشتعل بلحب داخل مكونا CO2 اللي هو ثاني كسود الكربون وماء وحاط لي معادلة C2H4 اللي هو الإثيلين زاعد 3O2 اللي هو الأكسوجين يؤدي إلى سهم وفوق السهم حاط لي مثلث 2CO2 اللي هو ثاني أكسيد ثاني الأكسيد الكربون أعتقد زاعد 2HO اللي هو الماء ثلاثة يتفاعل مع مع البروم الأحمر ويزيل اللونه سؤال ثاني كيف يمكن التمييز بين غاز الميثان وغاز الإثيلين الجواب يختفي اللون الأحمر الجواب إثيلين زاعد ماء البروم الأحمر يؤدي إلى اختفاء اللون الأحمر أما ميثان زاعد ماء البروم الأحمر ما يختفي اللون الأحمر سؤال الثاني عدد استعمالات الإثالين الجواب يستعمل الإثالين في تحضير ماء اللدائن بنقسان البلاستيك ثاني يستخدم الإثالين في إنضاج الكثير من الخضروات والفواكع ثلاثة يستخدم في صناعة كحول الإثيل بعيد آخر سؤالين سؤال كيف يمكن التمييز بين غاز الميثان وغاز الإثالين الجواب إثالين زاعد ماء البروم الأحمر يختفي اللون الأحمر ميثان زاعد ماء البروم الأحمر لا يختفي اللون الأحمر سؤال الثاني عدد استعمالات الإثالين واحد يستعمل الإثالين في تحضير ماء اللدائن مادة اللدائن بنقسان البلاستيك ثنين يستخدم الإثالين في إنضاج الكثير من الخضروات والفواكع ثلاثة يستخدم في صناعة كحول الإثيل صفحة ثلاثة وتسعين الإستيلين هو مركب هيدروكربوني غير مشبع صيغته C2H2 ترتبت درتاء الكربون فيه بأصرة تساهمية ثلاثية وهو من الألكاينات سؤال حظري مختبريا غاز الإستيلين مع الرسم وكتابة المعادلة الجواب يحظر الإستيلين من تفاعل كاربيد الكالسيوم CAC2 مع الماء وهي طريقة صناعية أيضا وحاط معادلة CAC2 كاربيد الكالسيوم زائد 2H2O اللي هو الماء سهم يؤدي إلى C2H2 غاز الإستيلين زائد CAC2 اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم وحاط الرسمة اللي هو جهاز تحضير غاز الإستيلين صفحة 94 سؤال عددي خواص الإستيلين الجواب غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم 2 لا يذوب في الماء 3 يشتعل بلهب داخل في الهواء بينما يشتعل بلهب أزرق مع الأكسوجين وحاط معادلة 2 2 C2 H2 اللي هو الإستيلين زائد 5 O2 اللي هو الأكسوجين يؤدي إلى سهم 4 CO2 ثاني الأكسيد زائد 2 H2O اللي هو الماء زائد طاقة 4 يتفاعل مع ماء البروم ويزيل لونه سؤال الثاني كيف يمكنك التمييز بين الاستيلين والميثان الجواب الاستيلين مع الماء البروم الأحمر رح يختفي اللون الأحمر أما الميثان مع الماء البروم الأحمر لا يختفي اللون الأحمر سؤال الثاني عدد استعمالات الاستيلين الجواب واحد يستعمل مع الاكسوجين لتوليد الشالة الاكسي الاستيلينية التي تستخدم في قطع ولحم المعادن اثنين استعمل الاستيلين كمادة اولية في صناعة المطاط والبلاستيك وحامض الخليك عرفي اشعال الاكسي استيلينية الجواب هي الشعلة الناتجة من استخدام الاكسوجين مع الاستيلين والتي تولد شعلة ذات حرارة عالية تستخدم في قطع ولحم المعادن صفحة خمسة وتسين الكحول كحول الاثيل من قسن الايثانول اللي هي سي ثنين اتش خامسة او اتش وهي كلمة عربية اشتق اسمها من الكلمة اللاتينية الكحول سؤال كيف كان يحضر الكحول قديما الجواب يحضر من تخمير الدبس او التمر او العنب بمعزل عن الهواء حيث يتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى سكر بسيط ثم يتحول السكر بسيط بفعل انزيم الزايمز الى كحول وثناء اكسيد الكاربان ثم يفصل بواسطة التقطير وهاتلي معادلة سكر بسيط سهم فوق السهم انزيم الزايمز يؤدي الى كحول الاثيل زاء الثانيكس ثناء اكسيد الكاربان سؤال كيف يحضر الكحول من المشتقات النفطية الجواب بتفاعل الاثالين مع الماء بوجود حامض الكبريتيك وعوامل مساعدة مثل الحرارة والضغط وحط لي معادلة سيثنين اتش اربعة زاعد اتش تو او سهم فوق السهم مثلث اتش تو اتش تو اس او فور وتحت السهم ضغط بعدين يؤدي الى سيثنين اتش فايف او اتش سؤال الثاني عددي خواص كحول الاثيل الجواب واحد سائل درجة غليانه اقل من درجة غليان الماء ويتجمد بدرجة حرارة واطئة اثنين سائل ذو رائحة مميزة ثلاثة مذيب لكثير من المواد العضوية اربعة يشتعل بلهب ازرق مكونا سي او اثنين وماء صفحة ستة وتسعين سؤال عدد استعمالات كحول الاثيل الجواب واحد يستعمل كمادة اولية في الصناعة مثل صناعة مواد التجميل والعضور ثنين يستعمل في كثير من المركبات الدوائية والمشروبات الكحولية ثلاثة يستعمل كوقود اربعة يستعمل مع اليود لتعقيم الجروح خمسة يستعمل للاغراض الصناعية كحول كحول معطل بنقسين السبرتو سؤال ما هو الكحول المعطل؟ الجواب هو كحول مضاف له مواد سامة مثل كحول المثيل وبعض الاصباغ لتميزه عن الكحول النقي سؤال لماذا يعطل الكحول؟ الجواب لكي لا يستخدم كمشروب كحولي سؤال ما هو تأثير كحول الاثيل على الانسان؟ الجواب واحد يعمل على عدم الترابط بين عمل الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي اثنين تحصل تغيرات واضحة في الشعور والمزاج والإدراك الحسي ثلاثة يسبب كثرة الأمراض والأضرار الاجتماعية والسلوك الخاطئ سؤال كيف تعمل الدولة على الحد من تعاطي المشروبات التحولية؟ الجواب فرض الضرائب العالية للتقليل من استخدامه سؤال حظر صناعيا حامض الخليك CH3 COOH الجواب يحظر من تفاعل الاستيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتيك سؤال عددي خواص حامض الخليك الجواب واحد سائل في درجات الحرارة العالية يتجمد في 18C إلى ما يشبه الزلج ثنين رائحة نفاذة ثلاثة يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم مكونا خلات الصوديوم الذائبة في الماء أربعة يمتزج مع الماء بأي نسبة كانت صفحة 97 البنزين بنقسين البنزول C6H6 هو سائل سريع التبخر وهو مركب هيدروكربوني أروماتي بنقسين عطري وهو أبسط المركبات العضوية سؤال كيف يمكن الحصول على البنزين أو البنزول الجواب يمكن الحصول عليه من قطران الفحم الذي هو أحد مشتقات البترون سؤال عددي خواص البنزين أو البنزول واحد سريع التبخر يغلي في 80C 2- مركب عطري بنقسين أروماتي 3- لا يذوب في الماء 4- بخاري سام سؤال عدد استعمالات البنزين أو البنزول واحد يستعمل كوميذيب للأصباغ والوارنيش 2- يدخل في إنتاج المواد المبيدة للحشرات 3- يدخل في صناعة النايلون 4- يدخل في صناعة مساحيق التنظيف الحديثة الفينول C6 H5 أو H هو مادة صلبة عديمة اللون ذات رائحة خاصة ومتلفة للجلد سؤال لماذا يجب الحذر عند استعمال الفينول أو بصيغة أخرى؟ ما تأثير الفينول على جسم الإنسان؟ وكيف يعالج؟ الجواب يسبب حروق مؤلمة إن سقط على الجلد ويمكن معالجتها بغزلها بمحلول مخفف لكربونات الصوديوم لمعادلة تأثير الفينول سؤال الثاني أذكري استعمالات الفينول 1- لتعقيم المراثق الصحية تحت اسم حامض الكاربوليك وبتركيز 9% 2- يمكن الحصول منها على المعقمات والمطهرات ومساحيق التنظيف الحديثة وميدات الحشرات 3- تدخل في صناعة البلاستيك أنحين بندخل على أسئلة الفصل السادس برضو صفحة 98 سؤال الأول وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الميثان في المختبر معززا جوابك بكتابة المعادلة الكيميائية الجواب صفحة 89 سؤال الثاني أعطي مثالاً لكل مما يأتي المثال الأول سلسلة كاربونية مستمرة الجواب حقها رسمة المثال الثاني سلسلة حلقية الجواب حقها رسمة المثال الثالث سلسلة كاربونية متفرعة وبرضو الجواب حقها رسمة صفحة 99 سؤال الثالث اختر الأنسب من بين القوسين الذي يكمل التعابير الآتية ألف كل المركبات العضوية تحتوي على أحد العناصر الآتية في تركيبها واللي بين القاسين هيدروجين أكسجين نيتروجين كبريت كربون الجواب كربون با يكون من الارتباط بين ذرتين الكربون في المركب المشبع بأواصر تساهمية وحط بين القاسين مفردة مزدوجة ثلاثية الجواب أعتقد أنها مفردة حاط خط على مفردة الثاني الغاز الذي نسبته الحجمية أكبر من الغازات الأخرى في الغاز الطبيعي هو بدأنا نحاط بين القاسين ميثان إيثالين استيلين الجواب الميثان دال في الاستيلين C2H2 ترتبط درتاء الكربون ببعضهما ب حط بين قاسين أصر تساهمية مفردة أصر مزدوجة أصر الثلاثية الجواب أصر الثلاثية بعيد سؤال ثلاثة وأقول الجواب على طول بدون ما أقول بين قاسين ألف ألف كل المركبات العضوية تحتوي على أحد العناصر الآتية في تركيبها الجواب الكربون با يكون الارتباط بين الذرتين الكربون في المركبات المشبع بأواسط تساهمية الجواب مفردة جيم الغاز الذي نسبته الحجمية أكبر من الغازات الأخرى في الغاز الطبيعي هو الجواب الميثان دال في الاستيلين C2H2 تطبط درتها الكربون ببعضهما ب الجواب أصر الثلاثية سؤال أربع وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الاستيلين في المختبر معززا جوابك بالمعادلة الكيميائية الجواب صفحة ثلاثة وتسعين سؤال خمسة ما أهم المميزات للمركبات العضوية الجواب صفحة ستة وثمانين سؤال ستة كيف تعبر عن كل مما يأتي بمعادلات كيميائية موزونة واحد تسخين خلات الصوديوم وهيدركسيد الصوديوم تسخينا شديدا الجواب حقها CH3COONA اللي هو خلات الصوديوم زائد NaOH اللي هو هيدركسيد الصوديوم يؤدي إلى سهم وفوق السهم مثلث CH4 وجنبها سهم طالع لفق اللي هو الميثان زائد Na2CO3 اللي هو كربونات الصوديوم 2 حرق كلهم من الغاز الميثان والإيثالين والإستيلين في الهواء حرقا تاما الجواب CH4 اللي هو الميثان زائد 2O2 اللي هو الأكسجين سهم وفوق السهم مثلث يؤدي إلى CO2 اللي هو ثاني كسيد الكربون زائد 2HO اللي هو الماء زائد طاقة صفحة 900 صفحة 100 أحط لي معادلة CH2 C2H4 اللي هو الإيثالين زائد 3O2 اللي هو الأكسجين سهم يؤدي إلى وفوق السهم مثلث يؤدي إلى 2CO2 اللي هو ثاني كسيد الكربون ثاني كسيد الكربون زائد 2HO زائد طاقة C2H2 اللي هو الإيثالين زائد 5O2 اللي هو الأكسجين يؤدي إلى سهم وفوق السهم مثلث 4CO2 اللي هو ثاني كسيد الكربون زائد 2HO اللي هو الماء زائد طاقة ثلاثة تسخين خليط من كحول الأثيل وحامض الكبريتيك المركز إلى 170C الجواب C2H5 أو H كحول الأثيل سهم فوق السهم H2SO4 مركز تحت سهم 170C يؤدي إلى C2H4 اللي هو الإثيلين زائد H2O اللي هو الماء 4 تفاعل الماء مع كاربيد الكالسيوم الجواب معاذ لزي اللي قبله اللي هو CAC2 كاربيد الكالسيوم زائد 2H2O اللي هو الماء يؤدي إلى سهم C2H2 اللي هو الإستيلين زائد الجواب صفحة 96 سؤال 8 ما المقصود بالكحول المعطل سبريتو بن قسان هو كحول مضاف له مواد ملونة وسامة مثل كحول المثيل لتميزه عن الكحول النقية وتعطيله عن استخدامه كمشروب صفحة 101 سؤال 9 ألف قارني بين غاز الميثان وغاز الإستيلين من حيث اللون والرائحة وقابلية الذوابان في الماء واجتعالها بالهواء بشكل اهتيادي وتفاعلها مع ماء البروم الأحمر أحمر اللون وحاطلك جدول حاطلك ميثان وإثيلين وإستيلين بشكل صفي وعامودي حاطلك اللون والرائحة والأشياء اللي ذكرتها ما شوان أو شيء فأبدأ أقارن باللون والرائحة اللون والرائحة عند الميثان عديم اللون والرائحة عند الإيثالين برضو عديم اللون والرائحة أما عند الإستيلين فهو عديم اللون ورائحته كريهة تشبه رائحة الثون الخاصية الثانية اللي هي قابلية الذوابان في الماء الميثان قليل الذوبان في الماء أما الإيثالين لا يذوب في الماء وكذلك الإستيلين لا يذوب في الماء الخاصية الثالثة الاشتعال الميثان قابل للاشتعال بلهب غير داخل مكونا CO2 زائد H2O زائد طاقة هذا الميثان أما الإيثالين فالاشتعال عنده يشتعل بلهب داخل مكونا CO2 H2O زائد طاقة أما الإستيلين فالاشتعال عنده يشتعل بلهب داخل مكونا CO2 زائد H2O زائد طاقة الخاصية الأخيرة التفاعل مع ماء البروم الميثان لا يختفي اللون الأحمر الإيثالين يزيل لون ماء البروم الأحمر الإستيلين يزيل لون ماء البروم الأحمر سؤال تسعة باء ماذا يستخدم مهضة؟